كتير جدا من شوفي وظائف البريد بيقول لك عندنا وظائف اخصائي مكتب بريد واخصائي بريد الفرق ما بين دول اللي اتنين بيشتغلوا انهم بيعملوا فيزا مثلا يفتحوا حساب وخلصوا ورق وهكذا الفرق ان في واحد بيشتغل في المقر الرئيسي للشركة اما التاني فبيشتغل في المكاتب الفرعي مفيش فرق كبير ما بينهم فمتتوتروش اما عن اخصائي خدمة العملة فده اللي بيرد على الفون وبيفعل لك الفيزا وبيحل مشكلة تستفسر منه عن حاجة وبيشتغل في المقر الرئيسي وليست في المكاتب الفرعية اما بالنسبة للناس اللي ما تيجي تشتغل فيه البريد فيقول لك انت درجة ثالثة المقصوب بهذه الدرجة هي درجة وظيفية انت موظف درجة ثالثة وده بيكون لاي حد في بداية تعيينه وان شاء الله رمى ربنا يكرمك وي تترقى يكون توصل ليه درجة اولى وهكذا وي ربنا وفقك واكتبه كل خير العمل في البريد يعتبر فرصة لانك بعدها ممكن ان شاء الله تجد فرصة فيه بنوك او اي مكان من مؤسسات فضع ده في الاعتبار وي ربنا وفقك واكتبه كل خير بازن الله يكتبونا فيه تعليقات لو حدا عن تجربة فيه العمل في البريد يطار الدنيا كان هتماشها ازاي وبالتوفيق